على مائدة نجم خليني أرحب بفنان أيضا فنان قال من أحد أغانيه قال قليل الحظ حياك الله الله حياك بقيك أخوي جابر أرشيحة أمتك عليك بالخير وأمتك على جميع المتسمعين وأقول لكم أصلاحكم الله بالخير وكل عام أنتم بخير وكل عام أنتم بخير وشهر مبارك ركان علينا وعليكم يا رب إن شاء الله ربي باركنا إن شاء الله منفسنا يا رب إن شاء الله أمين يا رب ركان خليني أيضا إحنا دائما ضيفنا هو يقدم نفسه بنفسه لأستاذ المستمعين قدم لنا نفسك من هو ركان أنا أقدر أقوله طبعا ركان خالد لي في المجال الفني كمغني ونحن دائما نعرف عن نفسي أن أنا ركان الإنسان البسيط ممتاز تضر تضر كمل أنا نحن أعرف عن نفسنا كان الإنسان البسيط جدا القريب من الناس القريب من أهله اللي قريب من أصحابه البعيد عن المجاملات التقيلة البعيد عن الأقنع الزائفة فبطراحة يعني أنا إنسان جدا شفاف وواضح وطريح هذا أساسي وهذا طبعا إذا كان في أي لبثة أو في أي تشويش أو فكرة يجب أن تظر عني هذا أنا أحب دائما أعرفه عن نفسي قبل أن أسألك أقول لك كيف رمضان يعني خليني أدخل إذا حبيت قليل الحظ هذه قريبة منك بس حاطها نغمة جوال لأن المقطع القريب مني قبل لنلتجش كل ليلة داعش الله يرزني حبيب جميل جميل طيب يا سلام عليك ركان كيف رمضان معك؟ عفوا كيف رمضان معك؟ والله رمضان طبعا معروف أنه رمضان شهر عبادة وشهر واحد في السنة اللي يتحقق فيه بالرحانية نخذ فيه أننا لابد إذا كنا مقصرين يعني شوي في حلوق الله سبحانه وتعالى فترجع وبدأ عشق نكتف في عباداته طبعا رمضان سبحان الله غير أنه هو شهر فضيل وشهر العبادات وشهر سبحان الله عارف كل القلوب فيه تلين فرهمت يعني كل القلوب فيه تلين التسامح نسيان كثير لهم الآن ما فيه تحجم يقعد يدقق في كلامي لأنه في السيارة أنا وما أخذ ساهر قبل شي تكلم تكلمني لكن هل نتكلم عن السرعة في رمضان المجتمع ركان كيف مع رمضان يعني إيش إيش اللي أنت تسويه في رمضان بتطلع بتروح لك تقوس معينة بصراحة في رمضان هو أو لبس بلي لبس معها بطاقب كمان طيب بطاقب طبعا ما عندي شي خاص وكأي عائلة سعودية جائما إحنا عادتنا دائما نتكلم عن المنطقة الغبية جدها دائما التجمعات يعني دائما مثلا أول يوم الفطول لازم نكون عائلي مع الأسرة ثم بعد ذلك يعني مثلا في أي أيام أخران طرح مثلا بيت عمي يعني عارف نتزاور زي كذا فهمت يعني مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا فهذه من عاداتنا أطول ودائما الأطباق إذا كان حبيب أتكلم الآن عن الأطباق الرمضانية أه طبعا شربة الحب هذه ضرورية خلافا عن الفول بشكل يومي لكن أنا أتكلم عن بعض الأطباق اللي هي يعني المشهورة في منطقة الحجاز اللي هي شربة الحب وش شبرك وش كمان عندك خالد من رسالي معروفة يعني السوبيا كيفك مع السوبيا؟ لا والله مايني صاحب معها بالله شخلك كيس يا شفر والله أنا هاها شوية والله أنا أول كنت مدمن يعني كنت السوبيا هادي على الصفرة والله الاثنين بس الحمرة أنا أحبها أكثر لكن لكن الحين والله على خفيف تصدق؟ يعني يمكن يمر رمضان ما مو أنت خلتني أنا دخينا جاوضة مستمعين الكرام يعني شوف أبقول حاجة سري يعني عن راكان يعني بعرف عنه أشياء كثيرة لكن بخلينا أقول أشياء بسيطة جدا ترى راكان طباخ ماهر شيف كبير لا صحي شوف والله شوان عسنا بقوا عن إنستجرام والله يبغلك تسوي برنامج شيف خالد شيف راكان شيف خالد حلوة ما بين جبتها هذه ما أدري لا لا أعداد في له شيء لا لا أولك طايم من الآن لا عارف لأن عندي أسماء كده ومر عليك كده اسم خالد راح قدامي أسماء الله أعرف يمكن أفضل خارج هذا كله من محمود مخرجنا محمود وجه له تحية وجه له تحية أكيد ولكن أعرف ومن الأشياء اللي لو بدكم وجودها في أي سفرة حجازية من المنطقة الغربية اللي هو الحالة لو تعرفوا الخشاف والسقدانة والماثية والتصوي شكلك جوعت يا جامل والله جوعتني يا أخي مستمعين كلهم جاعوا شكلهم معنا أهم لكن الموضوع يعني هذه عاداتي في شهر رمضان طبيعي عادي كلها يعني بس أغلب أوقاتي دائما تكون مع عارفنا مع عائلتي ومع أصحاب بإجامة المقربين ودائما يتوادت مرضه في المناسبات اللي هي الألامية دائما أحب يتقامل أجامر في رمضان طبعا أتوقع مع باقي أخوان من الألاميين مجمونون يكثر الفطور في نمضان يكثر الفطور والوزح ويخرب أني طعم مرغيتها والله يخرب تلعب في الفيرا أو لا تلعب جدا هنا فرفيرا على طول أو لا لك في الفيرا لا والله وفيك تقول زمان وصحيح عمري وفيك تقول زمان كنا نلعب هذا شكلك ما فزت ولا مرة هي شكلك كده أطول فبكرامك عجل طيب ركان يعني أنا خليني عندي أسئلة سريعة أوكي الأسئلة السريعة هادي نبغي نجاوب عليها بقد ما نقدر إحنا إن شاء الله باختصار كده خليني أول قبل روح للأسئلة تذكر متى آخر يعني أول مرة صمت في رمضان أول مرة كده صمت حقيقي يعني ما هو نص يوم وموية طيب والله الزكرة كانت في بس كانت في المتوسطة كانت كانت يعني ممكن في الجاية تقول متوسطة شكلك دائما عند البرادة هناك ايه في الزكالة شونا يا كامر فضحنا اللي يفكر رجلنا اللي تذكر كانت متوسطة يعني من جاية كنا صغار فكانوا مثلا أهلين يعني يقولون مثلا خلاص أنه يعني في المتوسط خلاص تكبرته ولازم يعني تتعودوا أنه يعني يشعر الصيام ولازم تتعود وشيذة شيذة 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 فهنا في الزكرة كانت متوسطة وبالعقس يعني الحمد لله الحمد لله الواحد يحمي الله سبحانه وتعالى على نعمة الصيام الحمد لله الحمد لله طيب خليني قبل لا روحي أنا أنا يعني عندي أسئلة سريعة لكن خلينا ناخد كده فاصل كده شي اه رمضاني شي غنائي شي كده حاجة كده بصوتك الرائع اللي أنا بصراحة يعني شاتي فيك مجروحة راكان يعني أنت صديق و أخ و أعزيز لكن أه أستمتع بالصوت أه الجميل من راكان أه والله بلوسي حاببه هو وأنا أفض بس أقلين أي حاجة أي أغن أعطله من أغانيك يعني عادل أنت قلب الكوانيس أو تراوة قلتلي أنه أسئلة لا كده حاجة كده خفيفة فاتنت اللي عملت فيها حانا كده لازم ايكا بس هذي احنا كده لازم بالذي جيم خالنا أقول لك بس في والله والله صالح ما أحذر منها مين صالحها صالح تفت كيف وحدها بعدها والله يمرك يا جامر أنه وضعت لان طب خلينا مشي بالأسئلة وعبل ما نفكر شيء طبعاً جوالك قائمة جوالك ما شاء الله تبارك الله اسمها كثيرة من تقدم له الدعوة على مائدة افطارك؟ صراحة يعني أنا اللي أتمنى كل سنة يكون معايا أقدم الدعوة هذه الأسرة هذا اللي أنا أتمنى صراحة أنه كل سنة لأنه ما في أحلى من الأسرة حقيقة ما في أحلى من الأسرة صراحة فأنا هذا هو اللي أقدم الدعوة لأسوتي سنوياً موقف لك وما زال عالق في دهنك في رمضان أو في شهر رمضان أو حتى الموقف في حياة راكان موقف سعيد أو موقف حزين أو والله أي موقف كده في حياتك أنت ما تنسى يعني عالق والله أشوف هو ما فيه موقف معين ولكن ده هو يعني اللي عالق ليهني يعني سبحانه أشوف سنة عن سنة بعض الناس تختلف سنة عن سنة فاللي دائماً عالق ليهني في أحد سنة من السنين كنا دائماً بنجتمع مع أصحابنا المقربين وحبائيبنا المقربين وسنة عن سنة سبحان الله بصير أحداث أحياني سبحان الله يعني مقدرة أنه ما يكون ما حتى الشخص موجود معانا في سنة هذه لك أتمنى جميعاً إن شاء الله ربي يحفظ بجميع الأحباب والأحافظة يا رب فهذا هو يعني اللي دائماً يعني في كل سنة في رمضان إنه أحياناً نستقد أحباب دنا كانوا موجودين معنا فيه طيب ممتاز عشان الوقت ركان أعطينا حاجة ها يلا تذكرت الحين أو لا تذكرت؟ والله كان كان في عندي كان في على رجو الأمان سهران جموعي غرقات سوبي أقضي لالي بالقرآن عسى الله يغفر ذنوبي الله الله شي جميل شي جميل في نهاية البرنامج كلمة شكر لمن توجهها والله كلمة شكر أوجهها أوجه كلمة شكر صراحة أولاً لأهلي ودعمهم الدائبي أوجه كلمة شكر طبعاً لك يا جابرة كيد لإستضافتك الحلوة في بيرنامج حبيبي وأوجه كلمة شكر الشخص اللي جنبي قاعد يقول قل تعطينا اسمه راح أقول اسمه أشكر السابة عبدالله الصقع دي يستاهل وموجه له تحية ككيد وأشكر جميع الأشخاص اللي بقوا معايا في صداقتهم في محبتهم معذتهم وفاهم وخلاصهم لي وهذا طبعاً شي متبادل أيضاً مني لهم أشكرهم جد أنه ما غيروا مع الزمن يعني فهذا اللي أشكرهم بالطراحة مستمعي الكرام أترككم في أمان الله هذا أنا جابر الأميري أتركي فيكم غداً إن شاء الله